أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن مدينة تنرفعة شمال سوريا ستكون الهدف المقبل لعملياته العدوانية بعد احتلال عفرين وبحسب أردوغان فإن هذه العملية ستحقق هدفها بعد السيطرة على تنرفعة خلال فترة قصيرة من جهتها نقلت وكالة الأندول عن أردوغان قوله إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتسلم سيطرة في مدينة مينبج وأخراج وحدات حماية الشعب منها متوعدا في حال عدم القيم بإخراجهم فإن دولة الاحتلال التركي ستقوم بذلك